بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الصف الثالث السنوي هناخد دلوقتي الحصة القبل الأخيرة في مناشة منهج الديناميكا أو الرزق اللي علينا في الديناميكا هنكمل دلوقتي حركة الجسم على الهريزونتل بلين سواء كان الهريزونتل بلين دراف بلين أو سموز بلين السؤال بيقول طالما رف هريزونتل بلين طالما رف هريزونتل بلين يبقى معنى كده ان في ميو قي and the coefficient of kinetic fraction between them equal 1 over 7 the body is connected from two sides by two light string الجسم اتربط من الناحيتين من ناحيتين الجسم عن طريق two light strings one of them passes over smooth bully at the edge of the plane of 35 kg weight is suspend vertically يبقى and body of 21 kg 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 such that the two body and body between them are collinear if the system move from rest and all parts of the string are tensions when the mass 35 at height 21 cm above the ground surface find the velocity which impact against the ground يبقى هو عايز السرعة اللي هيخبط بيها الأرض الأول 35 طبعا هو اللي هيشد المجموعة ويتحرك لتحت 14 هيتحرك على ال rough plane وال 21 هتطلع لفوق طيب النوع من الرياكشن normally 44 طيب 9.8 هتطلع 137.2 نيوتن الإقويتشن السر tenho whooshana 34 هيتحرك لتحت ي spell 35 الأقويتشن health 35 طيب 9.8 minus T1 إقوات 35 E الإقويتشن الثاني اللي هي الهريزينتال هيبقى الجسم بتحرك ناحية الشادة في الحبلة T1 القوة العكس التقاية الحركة هي قوتين T2-MuK Time N اللي هي Friction Force هتساوي 14A الإيقوشن الثالثة T2-21 Time 9.8 هتساوي 21A هعمل Addن للثلاثة لما هعمل Buy Addن's Equation هتشيل T1 مع T1 والT2 مع T2 فهيطلع 35 Time 9.8 مينس الميو TN مينس 21 Time 9.8 هتساوي 70A ومنها هنجيب كويمة الأي هتطلع الأكسليريشن بتساوي 1.68 طيب هو عايز الفيلاسطي اللي هيخبط بها الأرض أنا عندي الإيقوشن بموشن V سكوير إيقوال V نود سكوير بلاس 2S V نود بزيرو 2 الأكسليريشن لسا غيبها ب1.68 Time S 21 سنتيميتر لما حولها الميتر يبقى 0.21 فهتطلع الفيها خدروت الكلام ده هتطلع 0.84 تمام هناخد دلوقتي أولاد هناخد دلوقتي حرر الجسمين بالوضع اللي احنا هنشوفه دلوقتي في الرسمة جسم Suspend Vertically متعلق رأسيا والجسم الثاني محطوط على Inclined Blane الInclined Blane ده سواء Rough Blane أو Smooth Blane طيب الResolution للفورسز اللي أنا عامله كده لازم تعمل المقارنة تقارن يطرى الجسم هيتحرك لفوق الجسم اللي على الInclined Blane هيتحرك لفوق ولا الجسم اللي على الInclined Blane هيتحرك لتحت امتى يتحرك لفوق وامتى يتحرك لتحت لازم نعمل المقارنة ايه هي المقارنة لازم أشوف هل الM1G أكبر من الM2G sin Theta أو لا M1G more than M2G sin Theta then the body placed on the Blane move up والEquation of Motion هتتقبع كده الجسم الM1 هينزل لتحت يبقى M1G minus T equal M1E تمام الإكوشن الثانية T minus M2G sin Theta T اللي هي قوة الشد في الحبل minus M2G sin Theta equal M2E هنعمل adding لل2Equation T هتتشال مع T يبقى من هنا هجيب الAcceleration عشان هجيب الVertical Distance between the two masses خلي بالك يا أولاد الVertical Distance ده مهمة جدا الVertical Distance between the two masses أي S open bracket 1 plus sin Theta دي الVertical Distance between the two masses S open bracket 1 plus sin Theta عشان نريم الPresure on the Bully الPresure on the Bully الB بتساوي T root 2 plus 2 sin Theta الPresure on the Bully T اللي هي الشد في الحبل root 2 plus 2 sin Theta لو شفنا سؤال على كده أولاد وبيقول smooth inclined plane inclined to the horizontal by angle who's sin 2 على 3 يعني sin Theta 2 على 3 and E body of mass 200 g is placed on those plane connected by light string passes over a smooth Bully add the top of the plane add the top of the plane another end band equal 70 g and body of mass 210 g يبقى أنا عندي كافة ميزان وزن كافة الميزان 70 تحطي فيها جسم الماز بتاعت الجسم 210 if the system start move from rest find the tension in the string and the pressure on the band in gram weight طيب هنقف لغاية هنا ونشوف الرسمة تبقى عاملة ازاي ادي اولاد الرسمة أنا عندي كافة الميزان وزنها 70 الماز بتاعتها 70 اتحط فيها جسم وزنه 210 وتحط على البلين 210 تمام لازم نعمل المقارنة نشوف مين الاجبر الـ 280 اللي هي مجموعة الجسم اللي محطوط في الميزان زائد وزن الكافة 210 plus 70 بقى 280 more than M sine theta يعني 210 time 2 على 3 وبالتالي يبقى اللي يسمع يتحرك up to the plane الإكوشن في موشن اهي 280 طيب 980 طيب 980 minus T equal to 180 اي الإكوشن التانية T minus 210 طيب 980 طيب 2 على 3 equal to 110 اي نعمل adding للـ 2 اكوشن اشيل T مع T يبقى 4090 اي هتساوي 137 thousand and 200 ومن عند الـ acceleration هتطلع 280 سنتيمتر per second square وعايز التنشن في كل حضر هتعوض في الإكوشن الأولى أو في الإكوشن التانية عم كيمة الـ acceleration ب280 هيتطلع التنشن 169 thousand طيب هو عايزه بالجرام ويت هعمله divided 980 فهيطلع 200 جرام ويت طيب هو عايز the pressure of body 210 on the band طالما هو عايز كتلة أو ضغط الجسم على البان على كافة الميزان دي بتتعمل ازاي يا ولاد إلجي وزن الكافة يبقى تقول 210 بس time 980 minus ال-n اللي هو normal reaction هيساوي 210 time 280 ومنها هنجيب ال-n تطلع ال-n 174,000 دي تمام فإطلع ال-normal اللي هو ضغط الجسم على كافة الميزان 174,000 داين عشانا اعمله بالجرام ويت هتعمله 980 فهيطلع 150 جرام ويت طيب هو بيقول بعد 7 ثواني after 7 seconds إيه اللي هيحصل بعد 7 ثواني الحبلة يتقطها بعد 7 ثواني يبقى أنا هجيب من هنا V equal V plus 80 عايز أجيب ال-V loss دي عند عطي الحبل V equal V node plus 80 V node 0 acceleration 280 time 7 seconds فيطلع 1,960 سنتيمتر per second when the body on the scale is removed لما الجسم اللي على scale band اللي على الميزان يتشال من الميزان إيه اللي هيحصل ال-acceleration اللي احنا جبناها من ال-require الأول هتتغير لأن فيه تغير حصل في ال-equation تغير حصل إن الوزن ما بقاش 280 الوزن ما بقاش 280 طيب إيه اللي هيحصل الوزن بقى كافة الميزان بس اللي هي 70 جرام يبقى 70 هي المفروضة هتتحرك لتحت مسافة صغيرة يبقى 70 time 980 minus T equal 70 time A داش غلي بالك A داش عشان تختلف عن ال-acceleration العادية الإيكوشن التانية T minus 280 time 980 اللي هي M G sine theta و sine theta 2 على سري هتساوي 280 A هنعمل adding لل2 equation هتشيل T مع T يبقى ال-A داش هتساوي negative 245 سنتيم بير ساكن شكوير يبقى الجسمين هتحركوا deceleration عجلة تناقصية acceleration بال-negative طيب امتى الجسم يقف V equal V node plus AT V 0 لأنه الجسم يقف V node اللي احنا لسه جايبينها 1960 وال-A negative 245 time T وبالتالي الجسم يقف بعد 8 ثان بعد 8 ثان سؤال ثاني body of mass 1 kg placed on raf plane inclined to the horizontal bi-angle theta such as sine theta بتساوي 1 على 3 and the coefficient of kinetic friction between the body and the plane equal root 2 over 2 the body is connected by string coincident on the line of greatest slope of the plane and passes over smooth bully at the top of the plane and suspend vertically to carry body of mass 3 kg on its end find the pressure on the axis of the bully and if the system start to move from rest and after and mass 1 kg travel distance 1.8 meter and when the body was 1 kg 1.8 meter on the plane the string connected the two masses is cut find the total distance which mass 1 kg travel on the plane before its rest add the rest 3 kg 1 kg vertical and 1 kg is inclined plane and the plane is mu k the plane on plane is higher because the plane is higher because the mu k n is the equation of motion is the series g more than g sin zeta النورمال رأيكشن هي 1G cosine theta يبقى 1SG ب9.8 cosine theta لما ترسم right angle triangle assign 1 على 3 يبقى الادجيسنت هتعمل root 3 square minus 1 square هيتطلع 2 root 2 يبقى النورمال رأيكشن هتساوي 9T8 root 2 divided 15 الإيقواشن فموشن هتبقى عاملة 3G هتنزل لتحت يبقى 3G minus T equal 3A الإيقواشن على الانقلين دي بلين T minus ميو قن minus 1G sine theta equal 1A لما اعمل adding للتو إيقواشن هشيل التي مع التي يبقى 4A هتساوي 3 minus الميو بroot 2 على 2 في النورمال رأيكشن 98 root 2 على 15 minus sine theta 1 على 3 وخدت G common factor time 9.8 هدي بالإيه تطلع 4.9 هدي بالتنشن التنشن بتساوي اتعوض في أي إيقواشن الأولى الثانية عن الأجسل ريشن 4.9 فيطلع التنشن 14.7 وعايز الpressure on the bully هتعوض بي بتساوي T root 2 plus 2 sine theta الت 14.7 root 2 plus 2 sine theta 1 على 3 فيطلع الpressure on the bully تساوي 49 root 6 over 5 وابيقول لي add the moment which the stream cut في اللحظة اللي الحبل هيتقطع فيها إيه اللي هيحصل V square equal V naught square plus 2 S V naught 0 2 الأجسل ريشن لسا جابها ب4.9 في ال S بتساوي 1.8 ومنها هجيب ال V تطلع 4.2 يبقى عند قطع الحبل المجموعة كلها بتتحرك بأجسل ريشن بفيلاستي 4.2 ده عند قطع الحبل طيب after the stream cut the body move on the plane بقى يتحرك بديسل ريشن لغاية ما يقف يبقى الجسم اللي على المجموعة كلها بلينا يتحرك بديسل ريشن لغاية ما يقف عشان ريبي الديسل ريشن دي كوميتها قد ايه يبقى أقول له كده الحبل اتقطع يبقى تيت شالد يبقى negative ميو K time N minus M G sin سيتا هتساوي M A داش ال M يبقى 1 time A داش هتساوي negative الميو root 2 في النورمال راكشن 98 root 2 على 15 minus M 1 في جيب 9.8 sin سيتا 1 على 3 ومن هتطلع الأكسل يبقى A negative 9.8 meter per second square دي الأكسل ريشن اللي الجسم هيتحرك به طب هايقف امتى V square equal V naught square plus 2 S V square 0 V naught 4.2 2 الأكسل ريشن negative 9.8 في S احنا عايزين هتطلع ال S 0.9 meter وبالتالي total distance هو مشي في الأول 1.8 بعد كده مشي 0.9 يبقى مجموع المسافات اللي مشيها 2.7 meter tourist in stans only وبكده يا ولاد نقص لنا درس واحد بس أو حس واحدة اللي هي الامبالس وربنا معاك ويوفاك إن شاء الله موسيقى موسيقى